السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده للناس اللي عندها خشونة وقلم في الركبة وما بتعرفش اتمارس حياتها بشكل طبيعي وعندها تيبس في الركبة وخصوصا في الصباح مع تورم وصعوبة في تاني وفرد الركبة فاربعين ثانية هقولك على اهم عشر نصايح لمرضى خشونة الركبة اول حاجة حاول تخفف وزنك علشان تقلل الحملة على الركبة لان كل كيلو زيادة في وزنك بيضغط على الركبة 4 كيلو تاني حاجة حاول تقلل السكريات والدهون المشبعة تالت حاجة بتاعد عن الاكلات السريعة والمعجنات رابح حاجة قلل التحميل على الركبة والاوضاع الغلط زي الوقوف الكتير والارفاصة والقعدة المربعة والحمام البلدي وكتر الصعود والنزول على السلالم خامس حاجة اعمل تمارين تقويل عضوات حوالي الركبة سادس حاجة امشي بشكل يومي عشرين لتلاتين ديئة سابح حاجة اشرب مايا كتير وشاي اخضر مع زنجبيل علشان فيه مضادات اكسادة تامن حاجة اعمل كمادات دافية على الركبة مرتين لتلات مرات في اليوم تسح حاجة اعمل تدليق خفيف بزيت زتون دافي تلات مرات في اليوم عاشر حاجة قطر الاطعمة الغنية بالأوميجا سري زي السمك واللوز والبيض دول اهم عشر نصيح لمرضى خشونة الركبة الفيديو اللي جاي ان شاء الله هكلمك ازاي تعرف ازا كان عندك خشونة في الركبة ولا لا بتمنى يكون الفيديو عجبك وافايدك ولو عجبك وافايدك شيرو لغيرك بتمنى ليكم السحة والعافية كما معكم دكتور طريق تركي السجرق راحة العزام والعناب القدم والقدم السكري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واخر دعواني ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته